حركة فتح كذبت تقارير قطرية بتقول ايه التقارير القطرية انه مصر رفضت استقبال وفد من فتح وحماس لاجراء المصالحة او اتمام المصالحة او استكمال منقشات المصالحة على ارض مصرية يعني الوشاية القطرية او الشائعة القطرية بتقول انه مصر رفضت او المخابرات المصرية يعني هم قيلين هذا الكلام اهو فتح تكذب تقارير قطرية بشأن رفض مصر استضافة لقاء المصالحة فلسطينية ده طبعا ارم نيوز من رمالة بيقوله انه فتح فتح بتكذب بتكذب الدعايات القطرية لكن عايز اقول انه مصر اكبر من هزي الصغار بقول اختصارا يعني ده على عهدة وكالة الانباء دي اماراتية ارم نيوز الوكيل بتاحها من رمالة ولا المراسل من رمالة بيقول هذا الكلام على هدته يعني سواء فتح كذبت قطر او قطر كذبت فتح او حماس كذبت فتح او فتح كذبت حماس انا بقول تاني انه سقطت اوراق التوت من على عورات الكثيرين بقول تاني انه مصر كبيرة ومصر دولة عظيمة وبقول تاني انه الباقي الباقي بخلافاتهم وما بينهم من ضغينة ومحاولة المكايدة السياسية ومحاولة اللي هات وراء استراب تركي او قطري لا يعنينا من قريب او بعيد فالقضية الفلسطينية ضحية القائمين عليها القضية الفلسطينية ضحية القائمين عليها وانا بسأل وابقول احنا المجتمعات والشعوب العربية نضجت بما فيه الكفاية لم يقعد هناك احد يستطيع ان يدغدغ مشاعر الجماهير بالكذب لانه الناس اللي كانت صغيرة كبرت والشباب دلوقتي يتابع عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي واللام الرقمي لما يلاقي واحد زي خالد مشعل ولا اسماعيل هنية بيروح يدور على تمويل لحماس بيروح يلمي فلوس ويلقوه هو نفس الشخص سبحان الله واقف في وسط الجماهير في لبنان بيتبرع بمليون دولار يبقى انت عندك قدية عم اسماعيل هنية انا الموضوع بيسبب لي غصة هنا غصة في الحلق وضيق في الصدر لانه ارى ان القضية الفلسطينية تأكلت وربما تبخرت لان القائمين عليها لا ادري هل من مصلحتهم ان القضية تزوب هل هم بيقوموا حل القضية انا معرفش لكن بقول تاني من هنا من هذا المنبر ومن هذا الكلام ومنذ ازل ان القضية الفلسطينية مرهونة بوحدة فلسطينية احنا مختلفين على ايه هو الخلاف من فتح وحماس على ايه كان زمان انه فتح بتتخذ من السلام طريق وحماس بتتخذ من المقاومة طريق وكلا الفريقين على عدم وفاق الله هو اكبر ولله يرحمه حلو ايه يا سيدي هو فتح كملت السلام طب هي حماس كملت مقاومة طب هي فين اللي حماس عملته فين الارض اللي حماس حررتها من ساعة تدشين حركة حماس وحتى الان مين يقدر يطلع ويخرج للناس ويقول ان حماس استطاعت ان هي تحرر الاراضي الفلسطينية او تقذي او تقلم او تواجه اسرائيل فين فين حاب يبلغني حاب يقول لي ماذا فعلت حماس منذ انتراك قلت مقاومة ماذا فعلت المقاومة مش معناها ان انا بثبت امة المقاومة قد تكون المقاومة يحل واماني لذي لا يتزعزع انما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة قد يا الامر اما فكرة ان المزايدة هو الجماعة اخواتنا في الفتح وفي حماس عايزين ايه يا انتوز اعلنين من ايه قدر الفلسطينية بين ايديكم قدر الفلسطينية من ايام السلاة وايام كمديفد لو كنت وفقته وكلام واضح مش تزوير للتاريخ لو كنت وفقته على ما طرحه الرئيس السلاة كنت خدت قد المعروض عليك دلوقتي اتنين وعشرين مرة اتنين وعشرين مرة اتنين وعشرين ضعف احنا بنتكلم من فايد اخلاصنا ومن فرط ايماننا بحق فلسطين ان تكون لها دولة والفلسطينيين انها يكون لهم دولة لكن ابدا لن تكون فلسطين والقادرة الفلسطينية حتى في تقديري انا الشخصي بمثابة اشخاص يعني لا انظر الى القادرة الفلسطينية على انها ابو مازي ولا انظر الى القادرة الفلسطينية على انها محمود مشعل ولا خالد مشعل ولا فلان ولا علام القادرة الفلسطينية اكبر من كل هؤلاء الحق الفلسطيني اكبر من كل هؤلاء واوضح من كل هؤلاء واقول انه فكرة الملاسنة والمكايدة والمشاطرة الموجودة انه مين واخد في غزة وعمل فيها شبه دولة ومين واخد في الضفة الغربية وعمل فيها شات كنتونات وغيره فين الدولة الفلسطينية فين الشعب الفلسطيني فين احلام الشعب الفلسطيني فين 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 انا بقول تاني التاريخ لن يرحم احد التاريخ لن يرحم احد التاريخ لن يرحم احد قد يا الامر